اشتركوا في القناة على هداية الجميع للإسلام ولم يدخل جهدا في ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يتودد إليهم ويتلطف بهم ويحزن إذا لم ينقاضوا لأمر الله عز وجل ولكن المعاندين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ورغم ما عندهم من علم الكتاب وما فيه من آيات ودلائل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تمردوا وعاندوا وتكبروا على الحق فأراد الله عز وجل أن يقطع طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان مثل هؤلاء ويؤسه منهم ونزل قول الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ولئن جئت أيها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى بكل آية وحجة ودليل وبرهان لأن الحق هو ما جئتهم به من التحول في قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المكرمة ما صدقوا به وما تبعوا قبلتك عنادا واستكبارا وما فعلوا ذلك عن جهل بل عن علم فهم يعلمون من كتبهم أن نبي آخر الزمان سيصلي إلى قبلتين مختلفتين وما أنت ولا أمتك بتابع قبلتهم مرة أخرى لأنك على الهدى وهم في ضلال وما بعضهم بتابع قبلة بعض فنحن نعلم أن اليهود والنصارى لا يتفقون على قبلة واحدة فاليهود في صلاتهم يستقبلون بيت المقدس والنصارى في صلاتهم يستقبلون مطلع الشمس ولئن اتبعت أهواءهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه لأنه معصوم ولكن التحذير لأمته ولكن جاء في شخص محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأن كل من جاءه العلم والهدى والحق وتركه واتبع هوى النفس فإنه من الظالمين اليهود قوم بغت يعلمون الحق من كتبهم ثم ينكروه وكان المعاندون من أهل الكتاب يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون لم يقصر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوة أهل الكتاب ولكنه الكبر الذنب الذي أخرج إبليس من الجنة ولا يقبل الحق ولا يقبل عليه إلا من تجرد من هواه كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه وكان حبر من أحبار اليهود ومن تخلى عن الحق المبين كحيي بن أخطب فضل وأضل الكثير من عوام اليهود والقبلة من الدين ومن لم يتبع القبلة لم يتبع الدين وتخلى عن الرسول الكريم وحنلاقي أهل الكتاب في القرآن الكريم ذكروا بثلاث صيغ مختلفة الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب والذين آتيناهم الكتاب حنلاقي أول صغتين لهم الذين أوتوا الكتاب والذين أوتوا نصيبا من الكتاب صيغة مبني المجهول وتفيد الذم غالبا عندنا مثلا في سورة البينة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ وكمان عندنا في الآية الكريمة وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبِلتَكَ في الناحية الأخرى نجد الذين آتيناهم الكتاب هي صيغة مبني للمعلوم هو الله عز وجل وهي صيغة مدح وثناء لأن الخير دائما يأتي من عند الله عندنا مثلا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ وعندنا كمان وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ لاحظ معي دقة التعبير القرآني وَلَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبِلَتَكَ مَا تَبِعُوا قِبِلَتَكَ في زمن الماضي وقد يتبعوها في الحاضر والمستقبل بإسلام بعضهم على المسلم أن يأخذ بالأسباب في دعوة أهل الكتاب ولكن الهدى من عند الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبِلَتَهُمْ مَرَّةً أَخْرَى فَاطْمَئِنْ وَاطْمَئِنُّوا أيها المسلمون لماذا جاءت قبلتهم مفردة ولم تأتي مثناة قبلتيهم ونحن نعلم أن قبلة اليهود غير قبلة النصارى وذلك لأن الحق واحد أما الباطل فمهما تعدد وتنوع فهو باطل فنحن مثل القديبين للقطار لا نلتقي أبدا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين وما بعضهم بتابع قبلة بعض وكيف يتفق اليهود والنصارى على قبلة واحدة وهناك اختلاف بين في العقيدة أي واحد مطلع على التاريخ يعلم ما بين اليهود والنصارى من عداوة وشجار وخلاف ولا يتلفون أبدا إلا عند مواجهة الإسلام ولن تستطيع أبدا أن تجمع بين إرضاء اليهود والنصارى فإما أن ترضي اليهود وإما أن ترضي النصارى أي إنسان يقدم هوى النفس على العلم فقد تشبه باليهود وهو من الظالمين ولما تركت الأمة الإسلامية العلم والحق والهدى واتبعت الهوى ضلت وضعفت وضمحلت ومن تنازل عن الحق إرضاء لأهواء الباطل خسر كل شيء ولا شك أن كل علم وله شرف لصاحبه ولكن أشرف العلوم على الإطلاق هو العلوم الشرعية من القرآن والسنة جزاكم الله خيرا شكرا